مجدداً شكل مخيم عين الحلوي مسرحاً لاشتباكات جديدة بين عناصر فتح وجند الشام إثر تعرض المسؤول الفتحوي العميد سعيد العرموشي وهو قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدة لمحاولة اختيال أثناء تواجده في مكتبه في الشارع التحتاني وفي التفاصيل أنه بينما كانت فتح تتحضر لتشيع عنصر الحركة يوسف جابر الذي قتل في إشكال فردي يوم الجمعة كان المسؤول الفتحوي سعيد العرموشي مع كتيبته يستعدون للمشاركة في التشيع حتى تعرضوا لإطلاق نار من قبل مسلحين أثناء تواجدهم بداخله ما أدى إلى إصابة العديد منهم أبرزهم قائد كتيبة شهداء شاتيلة أبو زياد النصر وأيمن التجاني ونزار عثمان الذين نقلوا إلى مركز لبيب الطبي في صيدة ووليد الباشا الذي نقل إلى المستشفى النداء الإنساني الاشتباكات بين فتح وجند الشام بدأت على محور الشارع التحتاني حي الطوارئ ثم امتدت إلى محور حي حطين صفوري قبل أن تتسع إلى محاول أخرى داخل المخيم واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقنابل والقضائف الصاروخية ودفعت الاشتباكات عددا كبيرا من العائلات في المخيم للنزوح باتجاه مناطق أكثر أمنا في التعمير والفلات وصيدة المدينة الوضع الأمني المتفجر في عين الحلوي استدعى اتصالات مكثفة على صعيد القيادات الفلسطينية من أجل وقف إطلاق النار ونزع فتيل التفجير شاركت فيها فعاليات صيدوية موسيقى